هيا عشتما بيام هالسان ستاني شاهدين الكرام من داخل السفارة المغربية بفييننا نرحب بحضراتكم ويسعدنا بهذه المناسبة السعيدة أن يكون معنا سفير دولة المغرب في النمسا السفير عز الدين فرحان سعد سفير أهلا بحضرتك معنا على شكرا أهلا وسهلا ولماذا يتم الاحتفال في هذا اليوم هو عيد العرش بمعنى كل 30 يوليوز من كل سنة لذكرى اعتلاء جلالة ملك محمد السادس على أسلف المنعمين وهذه ذكرى جد مهمة لأن فيها تجديد الولاء لجلالة الملك والبيعة لجلالة الملك كملك للمملكة المغربية سعد سفير كنا شايفين في مجموعة كبيرة من السفراء الدول العربية دول أجنبية شفنا كمان في ممثل في من البرلمان النمساوي بعض أعضاء البرلمان أي الكلمة التي تقولها حضرتك لضيوفك النهاردة؟ نشكرهم على حضورهم وعلى دعمهم للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا والحضور الذي كان هو اليوم مكتف يعني هذا اهتمام بالمغرب بدور المملكة المغربية بدور جلالة الدور الرياضي لجلالة الملك في استتباب الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي من خلال المبادرات الدولية التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن والسلام الدوليين العلاقات المغربية النمساوية كما تعرفنا نخلد هذه السنة 240 سنة من العلاقات الدبلوماتية أول سفير اللي كان جاء هنا للنمسا وصل يوم 28 فبراير 1783 وهذه الذكرة تزامنت مع زيارة المستشار النمساوي كارنامر من المملكة المغربية لتخديد هذه الذكرة ولتعزيزها ومن خلال اعتماد خارط الطريق بيان يشمل كل الأنشطة كل المجالات المجال البرلماني المجال التنفيذي والمجال القضائي وهذا يعني هذه العلاقات وهذا الزخم الجديد من خلال انطلاق حوار استراتيجي بين المملكة المغربية والنمسا يعني طبعا هذا يوم احتفالي ليس فقط للمغرب بل لكل العرب ولفلسطين تحديدا المغرب وجلالة الملك الذي يرأس لجنة القدس والمغرب بتاريخها الطويل في دعم القضية الفلسطينية وتحمل مسئلياتها تجاه الشعب الفلسطيني والقدس عندما يحتفل بعيده الوطني فهو ايضا عيد وطني لفلسطين فنحن بهذه المناسبة نهنئ جلالة الملك ونهنئ الشعب المغربي الشقيق واهنئ زميلي سفير جلالة الملك صديقي عز الدين فرحالة سفير المغرب الشقيق في النمسا ولدى المنظمات الدولية في فيينا بهذا العيد الوطني ونتمنى للمغرب الشقيق كل التوفيق والتقدم والازدهار ويعني رفاهيات الشعب المغربي يعني وما يعمق هذه العلاقة بأنه جلالة الملك محمد السادس ويرأس لجنة القدس القدس التي هي ليس فقط في قلوب الفلسطينيين والعرب بل هي في قلوب كل المسلمين في هذا العالم في رئاسة المغرب وجلالة الملك شخصيا لأن القدس هو قضية يعني في صميم قلبنا كشعب فلسطيني في هذه العراقة تربطها التاريخ وتربطها الدين وتربطها الدعم المستمر للمغرب الشقيق لدولة فلسطيني هذا Jubiläum der Thronbesteigung كينا كينام إلي كينام إليكي جداً لدينا أتحدث كان هناك with marokkanتي سيادت على فرها جداً الواسطين من الداخل والمغرب في تربطها وميزات الأمريكي نعم السعارة in جداً بالتعام جداً نعمي لدينا أفيد من داخل المسلمين هي an die Botschaft. Also die Beziehungen sind jetzt schon sehr sehr gut, aber wir können sie noch vertiefen und nicht nur an der Regierungsspitze. Es gibt auch gute Beziehungen zwischen Wien und Rabat, zwischen den beiden Hauptstädten, zu moderner Umwelttechnologie, Müllentsorgung, Verkehrsprobleme, modern lösen, gemeinsam lösen. Es gibt Beziehungen zwischen den Universitäten, zwischen Österreich und Marokko. وعلى الواقع التعليم بإثبيتنا قمت بها دورة. أتمنى أن ميزمين مع القومي وغير أن تتهاى للغاية أتمنى أن أفضل لأشعر وأنه يدو محبرة وإللللت في حقيقة وإلللت فيك وإلللت في الأعلان وإلللع في الإللاء وإلللت في الإللاء وإلللتنا أن نشكر الآخر لأنه أنت من رأسنا herum. و أنا نئبة المدير العام للوكال الخاص بأموية الأوويها. المدير العام موجودش ولكن هو اللي قليل سيري والخليل بارك وكلهم كل متمنيات وحنا الدعم الكامل للمغربية. جا ..هذا كان يميز من تظن ممتعات جدا. التي 240年erna فيها consort فرق المواطنين كما في أوسرح كما في عرف وعرف عرف ما يزال في المؤسسين أي أمواني أمواني الأمواني الأمواني المؤسسين الأمواني الأمواني وفي parties الافامواني والمشورة من الدنيا ومن قيدة فلسل يمكن أن يقولون إلى الأن الآن يزال إلى الماراكش التي يمكن العديد من العامية موجودة يمكن المددوا في المدد من السкра και المعروك و المنزل الربية الآن، سيزال الواحدة تريدية العالمية من العالمي في في العالم ترون موجودة هي الم opportunidades وليس لن يتمكن على النقاستول والدارات من النقاستور والدارات للغاية وحول النقاستمر يمكن استموازم معكم في الموضوع من الطريقة سيكون قد يوجدها ومعها من ييمكن المنين والدارات الطريقة من الوقت المعادد ومقالع الى المصدرات هذه المناسبة الأسسابة الإطيبية والعزيزة ليس فقط على بغرب وإنما على أيضا الدول العربية والأمة العربية توجه بالتهنية لسعادة السفير المغرب السيد فرحان وكذلك إلى الشعب المغربي الشقيق ونتمنى لهم كل الازدهار والتقدم والعلاقات العمانية المغربية علاقات أخوية وعلاقات متميزة ضاربة في عمق التاريخ ونحن نعم متميزة إلى سعادة المغربية من المنظم بإمكانت المنظمة. لأقي كانت معه مجرز الأعطاني إنه نورة العربية إلى أعطاني أعطاني أحضان أحدهم في شماذط أعطاني. أعتقد أنه لا يوجد أسراني من المنظم Ontario من المنظمة الإنمان لا يوجد اغريق المنظمة وإن هناك اسم ورقائي معنا جميع تدادية الدولة أعطاني أعطاننا أيضا يكمل لديقاطية تدام سنوارة عبر 240 عامة عدد المنظم معهة العامة 말씀. أي أنه يمكننا الروحاتي. يعتبر أنه أكثر مهمة أكثر من إيام الصفلية и الناديوية. أي أن هذه المتحدة أيضة الأمر من إضافة مهمة اليوم. أعتبر أنه أكثر مهمة في الشئية ، يعتبر الألم المختصري بأمانات الأخرى فالذح يقوم بواده امع المستقبل ، هذا وضع أن أتعري فعله في مهمة حتري. أصبح ذهبنا المستقبل أن إبادة التعريب في الديوية تشعب، توازيل أن نجد أن نتجد على الوقت sawing الحين لدينا رفضة داخل الحين الذي يساعد ان للإجازة في سيا ولدينا نظرم يجب أن نقاط نسبة إلى الوقت هنشن، حيث أن نظر إن جده الوقت ويجب أن يكون هناك فقط من الوقت سنقاط أبضى موجود في أولاد الأسفل المنزل، وما أردت لأنا في مباشرة واصلت سيطاء على الوقت لذلك ما رأيقنا في حينما بينما يتم مختلفة مع سنوات كالعربية Wiebron لكم أيضاً فعاذ، أيضاً مختلفة مع سنوات بنا بشارج чегоها تشارك عبرياً من المعروف الداخلية والغربية الإنسان والعقام والعقامات الجلالي الملك محمد السادس على سانوات العيد لطولي الثاني الأمدى الأمدى ونأتمنى لأجازةنا مع معروف الداخلية وهي أفرail المشاهد المغربية دوام التوفيق والازدهار وخدمة أخداف ومصالح الأمة العربية والإسلامية وأفريغيا وأن تشهد العلاقات بين السودان والمملكة المغربية كل تغدم والازدهار في الفترة القادمة إن شاء الله المعروف أن العلاقات السودانية المغربية علاقات متجزرة وضاربة في القدم لها أبعاد اجتماعية وثغافية وأيضا هناك روابط سياسية قوية بين البلدين الشغيغين وأيضا علاقات اقتصادية هناك استثمارات مغربية في السودان وأيضا هناك علاقات ثغافية متجزرة لدينا حدد مقدر من الشباب السودانين تخرجوا من الجامعات المغربية ويعملون الآن في مواقع مختلفة منهم عدد زملائينا السفراء في وزارة الخارجية في مختلف المواقع بالخدمة المدنية والجامعات السودانية ونصف العلاقات بيننا علاقات متميزة ومتجزرة وهناك الكثير الذي يمكن عمله لتطويرها لآفاق أرحب لخدمة البلدين الشغيغين انهتظر أن هذا هو السببات المهمة لمرأكو ونحن نحن نحن نعطينا بسماء خدمات المواقعات والمغربية لعضمات المرأكو والقمية والمقصير للحديث نحن 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 نقل مرأكو استثمان داخل المدنية والمدنية والمسلمية نحن نعطيه بالمقاطع ليس فقط في أفريكا، في العربية، ولكن أيضاً عالمياً. أمباسد فرحاني لديه أمباسد فرحاني لكي تجعل أمباسد أمباسد وبركو ونحن نعطي أفريكاً لأمباسد فرحاني، فرحاني، فرحانيه، وفرحانيه على هذا اليوم. إن شاء الله نبقى على اتصال والتعريف بالحضارة المغربية والحضارة العربية قاتبته.